السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياها نفيكم رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة ودعموني باللايكات والكومنتات الجميلة وياها نفيك شهد من الإمارات فاطمة ونور من العراق مريم من السعودية وكارينة من سوريا ويلا نبدأ قصتنا يقول صاحب القصة أنا شاب عمري 35 سنة وكنت متزوج لمدة 3 سنوات وصار بيني وبين زوجتي مشاكل وقررنا ننفصل طبعا من بعدها ما كنت نوية تزوج مرة ثانية بس أهلي قالوا لي بندور لك على زوجة تكون مناسبة لك وربي يعوضك وتكون أحسن من الأولى واقترحوا لي بنت عائلة معروفين بالطيب وفيهم الخير من قبل ما أتزوج الأولى أمي كانت كثير ترشح لهذه البنت وأنا كنت أرفض لسبب واحد بس لأني كنت عارف إن هذه البنت تتواصل مع صديقي الروح بالروح وكثير يكلمني عنها ويحبها وبينهم تواصل دايم وأنا أدري بكل هذه التفاصيل وأدري إن البنت ما تحبه بس جالسة تستغله في كثير من الأمور تفعيل النتو هدايا وكذا وكم مرة عرفت إنه صديقي كان يحول لها مبالغ كان بينهم تواصل واتصالات بشكل متواصل وصديقي كان يقول لي كل شي بالحرف الواحد اقترحت عليه يتقدم لها وكنت أشجعه وأنا كنت مستعد أساعده ماديا وهو عارف إنه مستعد أضحي عشانه علاقتنا أنا وصديقي قوية مرة مثل الإخوان وفعلا راح تقدم للبنت ورفضته وأنا كنت عارف إنها بترفضه لأني كنت شاك من البداية إنها تستغله ماديا وبس تخرجت البنت من الجامعة وقطعت كل وسائل التواصل معا بس صديقة متعلق فيها كثير المهم مرت الأيام وبيوم جاتني أمي وقالت لي لقيت لك بنت طيبة ومحترمة لا تضيعها من يدينك هذه المرة كمان طيعت هذه البنت نفسها اللي كانت تكلم صديقي طبعا أنا كلمت أمي بكل وضوح وقلت لها صديقي يبغاها من زمان وما يصير تقدم لها قالت لي صديقك تقدم ورفضوه من زمان خلاص مالي نصيب معاها والبنت بتتزوج غيره سواء أخذتها أنت أو أخذها غيرك وأمي حاولت تقنعني بس قلت لها أعطيني أسبوع أفكر واستخير وبعطيكم الجواب النهائي وعلى طول رحت لصديقي وكلمته البنت اللي تبغاها ليه ما تتقدم لها مرة ثانية يمكن تقبلك رد علي وقال لي مستحيل توافق وقال لي غير الموضوع أرجوك المهم غيرنا الموضوع وقال لي أمي لقيت لي بنت ثانية موظفة وكذا أنا فرحت له وقلت له ماذا تخطبها قال لي مو وقته الحين أنا بجهز نفسي من بيت وغيره أنا اقترحت عليه ما يبني ويشتري بيت جاهز ورحنا نبحث بشكل يومي عن بيت وهو كان يركز على أشياء تابها ويطلع عيوب بالبيوت بعدين اكتشفت النموجات بموضوع الزواج ومر الأسبوع وأهلي كان ينتظروا ردي عشان بيكلمون أهل البنت أنا احترت وضعت مدري إيش أسوي المهم غبت عن أهلي ثلاث أسابيع عشان ما يسألوني سافرت لمنطقة ثانية بعدها رجعت وقلت بنفسي لين متى أهرب من أهلي وأول ما وصلت على طول أهلي فاتحوني بالموضوع قلت لهم بعطيكم جواب النهائي بكرة أنا كان همي الوحيد ما أدري كيف أصارح صديقي إني بتقدم للبنت اللي كان يشكيري همه عنها فكرت أكلم أحد واستشيروا بالموضوع واستعنت بصديق ثاني هو يعرفنا إحنا لاثنين صديقنا هذا من قربنا إحنا سبعة أصدقاء ونطلع رحلات ونسافر وكشتات وغيرها وإحنا أصدقاء طفولة كلهم كانوا يعرفوا فلان يحب بنت بس ما كانوا يعرفوا كل التفاصيل بس أنا الوحيدة اللي أعرف كل التفاصيل عنها المهم كلمت صديقي وعلمت وإنت تعرف فلان يحب فلانة قال لي إيه وكلنا ندري وقلت له تعرف أنا مطلق وأبغى أتزوج مرة ثانية وأهلي اقترحوا لي هذه البنت اللي كان يبيها خوينة قال لي كيف فكرت فيها وإنت عارف خوينة يحبها لا يسمعك بس تعرف أنت إنه عصبي وعلى طول يحقت أنا قلت له وتقدم لها ورفضته قال لي دام رفضته صارحه وكلمه قلت له ما أقدر أفاتحه بالموضوع صعب علي لأنه كان يشكي همه لي وحبه وكل شي قال لي الأفضل تعلمه ولا تتعن بظهره وتتزوجها من وراء في النهاية أكيد بيعرف المهم قررت أكلمه بعد ما رحت عن صديقي اتصلت وقلت يا فلان أبغاك بموضوع التقينا وقلت له أنت شخص غالي ودايم صريح معي وعزيز على قلبي قال لي إيش الموضوع وأنا على طول سألته لك رغبة تتزوج في لانا قال لي لا خلاص ما أبغاها البنت رفضتني قلت له وأنا أخوك بعلمك بموضوعي أهلي كلموني عن هذه البنت يبغوني أتقدم لها وأنا ما قدرت أوافق وأعطيهم كلمة قبل لا أكلمك وإذا أنت لك رغبة بالبنت علمني وأنا من الحين أدق على أهلي وأعلمهم أني ما أبيها ويتسكر الموضوع صدمني برده قال لي أنا ما لي رغبة فيها أنت قدم لها وإذا وافقت عليك تستاهل وهذا نصيبك وإذا رفضوك ماهي من نصيبك قلت له متأكد قال لي إيه ومتأكد وكلمت أهلي وقلت لهم البنت خلاص أبغاها وأمي كلمت أهلها واليوم الثاني ردوا علينا بالموافقة أنا انصدمت كيف وافقت بهذه السرعة المهم رحنا عندهم شفتها وملكت عليها والملكة كانت عائلية بسيطة دخلت الواتس لقيت صديقي راسلي رسالة مبروك رديت عليه الله يبارك فيك يا الغالي سامحني كنت مشغول وما علمتك قال لي الله يخليكم لبعض دخلت قروبة لأصدقاء المقربين وعلمتهم أنا ملكت اليوم وكذا فرحوا وباركولي وهو قال لي ما شاء الله تزوجت الثانية وإحنا باقي عزاب طبعا أصدقاء الطفولة البعض متزوج والبعض عزاب باقي أصدقائي ما يعرف البنت اللي ملكت عليها إنها تكون نفس البنت اللي يبغاها صديقي المهم مر اليوم وصحيت اليوم الثاني واتفاجأت أصدقائي كاتبي لكلام يجرح في القروب انت طعنت صديقك علشان بنته كذا وطلعوني من القروب حاولت أتصل عليهم بس كانوا مسويين لحضر من كل مكان إلا واحد منهم اللي كلمت قبل وعلمت بالموضوع واخترح علي أكلم قبل أتقدم لها إلا واحد منهم ما كان مبلكني اللي كلمت من قبل وعلمت بالموضوع وهو اللي اخترح علي أكلم قبل أتقدم لها اتصلت علي وأنا مصدوم قلت إيش صاير قال فلان كلمهم إنك طعنته واتزوجت حبيبته وقال لي أنا نصحتك قبل ما تروح تخطبها إنك تكلم وتصارحه حلفت له إنه كلمت بعد ما رحت عنه وكلمت وقال لي عيدي هذا نصيبك بالنهاية إذا وافق أو رفضه استغرب صديقي وقال لي طيب ليش قال لنا كلام ثاني المهم صديق أنا هذا راح أرسل بالقروب وعلمهم بكل شيء وبالحقيقة بس قالوا له لا تدخل بالموضوع ولا بنحضرك معاه طبعا سكت ما بيده شيء ثاني وأنا جاتني حالة نفسية ما أقدر أعيش بدونهم ذون أصدقاء العمر وما عندي غيرهم وكل حياتي ووقتي وسفراتي وطلعاتي وجمعاتي ورحلاتي وفرحي وحزني وكل شيء معاهم المهم مر أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة شهور ما قدرت أتواصل معاهم اتصلت على صديقي اللي علمته بالحقيقة وقال لي شوف أنا حاولت بكل الطرق أفهم الشباب واحد واحد بس ما أحد منهم اقتنع إلا واحد هذا شخص طيب وما يحب الظلم قال لي رح نتقابل وتعلموا بكل شيء وأنا بكون معاكم المهم تقابلنا علمتوا بكل شيء وأنا أبكي قلت له وربي لو أعرف إنه نية وصخة وبيسوي فيني كذا علشان أخسركم والله ما كنت تقدمت للبنت أبدا وأنا بنية طيبة كلمت وصارحت لأنه كان يشكي هم لي وأنا بنية طيبة كلمت وصارحت لأنه كان يشكي هم لي من زمان قال لي ما نعرف نصدق منك كلكم أصدقانا قلت له طيب إنت سمعتوه ليش ما حد يسمعني إنت سمعت طرف واحد وحكمت علي وهذا الظلم وإنت ظلمتوني قال لي المشكلة الأصدقاء يعرفوا إنه البنت يبيها فلان والكل متضايق كيف طعنت صديقك قلت له أعطيني حل نحل المشكلة لازم الكل يعرف الحقيقة قال لي في حل إنكم تتواصلوا أنا بكلم ويفك عنك الحضر وتتواعدوا بمكان وحل الموضوع بينكم بعدين تعالوا لنا واقترح عني أسجل كلامي معاه المهم اتصلت ما رد أرسلت لواتس وقلت يا فلان أبواك بموضوع خاص وافق وقال لي برسلك لوكيشن وسعال قلت له تم المهم أرسل اللوكيشن ورحت له كان شخص ضايع غلط علي وغلط على زوجته اللي ملكت عليها وغلط على أهلها وأهلي وقال لي كلام ضايقني كثير وكنت أسجل كل كلامه وقال لي إذا تبغى الشباب يرجعوا لك طلقها أنا ردت عليك قلت له مستحيل أنت كذبت على الشباب وقال لي إيه كذبت عليهم أبغى أن تقم منك أنا أبغاها وإنت في النهاية تجي تأخذها قلت له أنا جيتك وكلمتك إذا لك رغبة فيها أو لا وإنت اللي قلت لي الله يوفقك هذا نصيبك قال أنا ما كنت بواعي قلت له الحين صعبة أروح لأهل البنت وأقول لهم ما أبغاها هذا الشيء مرعيب وأنا محاسب عليه يوم القيامة أنا من طيب نفسي جيتك لأنك صديقي وأقرب الناس لي المفروض تنسى الماضي وتوقف جنبي بس قام يغلط علي ووصل لمرحلة إنه يغلط على شرف البنت وكلام ما ينقال أنا ما رديت عليه عشان ما أخسره في النهاية ما قدرت أمسك نفسي وقلت له إذا غلطت على زوجتي أو أهلها وأهلي رح أغلط عليك قال لي ما تقدر تغلط على أهلي أنا عصبت عليه وقلت له لو فيك خير تكلم إذا أنت رجال أنا جاي أحل الموضوع ما بكبره المهم لنا ساعتين نتكلم وما توصلنا الحل وقمت مشيت عنه واتصلت بأصدقائي الاثنين وسمعتهم التسديل وعرفوا كل شي وقلت لهم أنا بريث ذنبي وأدري إني غلطان المفروض لو تكون آخر بنت في الدنيا ما أتزوجها بس هذا نصيب وصار اللي صار وقلت لهم هذه الحقيقة وكل شي عندكم اللي حاب يتواصل يتواصل وإنتوا بكيفكم إنتوا ظلمتوني وأنا مسامحكم بس هو ما رح أسامحه أبدا اليوم الدين وأنا سمعتكم بكلامه وإهانته لي وسبوا وطاعنوا بشرف أهلي علشان تصدقون إني بريء المهم من هذاك اليوم ما حت تواصل معي واختفوا من حياتي وما حت حضر عرسي كنت أتمنى يفاجئوني بس ما حت جاء الآن مرت سنتين وما أحد منهم تواصل معي أبدا هانت عليهم صداقتنا إلي من سنين أنا الحين تعبان نفسيا حاولت أكون صداقات جديدة وعجزت ما قدرت الآن عمري واصل 35 سنة وصعب أحصل صداقات بهذا العمر صح أهلي من زوجتي وأهل زوجتي موجودين جنبي بس أحتاج أكون صداقات جديدة وعجزت سنتين وأنا أحاول من عملي للبيت ومن البيت لعملي وما عندي أحد أطلع معاه الله كارمني بوظيفة حلوة وراتب حلو وسيارة وبيت وكل شيء بس ناقصني أصدقاء ما أقدر أعيش بدون أصدقاء بتقولولي اهتم بي زوجتك وأهلك هم موجودين أدري بس لازم من وجود الأصدقاء بحث كيف أكون أصدقاء ولا قدرت أتمنى ألاقي أصدقاء جدد على الأقل لو صديق واحد يكفيني دعواتكم لي لصاحب القصة أنت غلطت أنك تزوجتها المشكلة أنك كنت عارف أنها تستغل صديقك ماديا رغم ذلك اعتبرتها زوجة مناسبة أما بالنسبة لأصدقاءك الباقين أشوف أنه ردت فعلهم مرة قاسية المفروض أنهم ياخدوا موقف منك بس ما يقاطعوك نهائيا وبكذا انتهت القصة أتمنى أنها تنال على إعجابكم وانتظروني بقصة جديدة ترجمة نانسي قنقر